بسم الله الرحمن الرحيم العالم كله الآن معبأ من أجل مواجهة هذا الاندطار وهذا التهديد الكبير والخطير والذين لا تسلم منه أي دولة ولا أي جماعة المغرب طبعا نظر الالتزاماته انطلاقا من دستوره انطلاقا من الاتفاق الدولية التي أقرها وانطلاقا أيضا من حاجة بلادنا إلى مواجهة هذه التحديات منخرط بقيادة جلس ملك حفظه الله ولذلك أعدى قوانين وأعدى مؤسسات وأعدى برامج في مجال الطاقات المتجددة في مجال الغابات في مجال الفلاحة في مجال اقتصاد الأخضر في مجال الانتاج النظيف وأيضا في مجال العالم القراوي وتنمية المجالات أضف إلى ذلك البرامج المتعددة في مجال محاربة تلوث الهواء في مجال محاربة تلوث صناعي في مجال النفايات المنزلية في مجال التطهير السائل كلها برامج تدل على تنزيل هذا التصور انطلاقا من المتاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي يعتبر قانون يؤثر مواجهة هذا التهديد للأوساط الطبيعية ولكن أيضا انطلاق من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي أقرتها بلادنا سنة 2017 ولذلك هذه البرامج وهذه المخططات وهذه القوانين تنزيلها يحتاج إلى تضافر الجهود من طرف الجميع من طرف الدولة من طرف المؤسسات من طرف القطاعات الوزارية من طرف القطاع الخاص من طرف الجماعات الترابية من طرف المجتمع المدني من طرف وسائل الإعلام من طرف المواطنين هذه التعبئة الجماعية هي تنزيل لالتزاماتنا حفاظ على الإنسان حفاظ على الأوساط الطبيعية حفاظ على صحتنا وهي في نفس الوقت حاضرة في النموذج التنموي الجديد الذي يصنع مستقبل مغرب الذي هو مستقبل أخضر وهو الذي سيساعدنا على الحفاظ واستعادة النظم الإيكولوجية أتمنى أن نتعاون جميعا من أجل هذا المستقبل الزاهر والمزدهر والأخضر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة